دكتور محمد قبل الفوصل قلنا من التحدث أنه لماذا انتصر الحوار الوطني إلى القضايا الاجتماعية وأهمية اشراك المواطن في هذا الحوار وإحنا عارفين طبعاً أن القيادة السياسية مهتمة جداً بالحوار والتواصل وإحنا بنقول أن المواطن هو حلقة الوصل وهو الأهم المستهدف من هذا الحوار الوطني ومن المهم جداً أنه هو يتفاعل في هذا الحوار ويكون متابعه بشكل جيد وبالتالي هنا إيه اللغة المستخدمة علشان يقدر فعلاً أنه هو يتفاعل هو المواطن هو الهدف النهائي لهذا الحوار الوطني لأنه يتعامل مع قضايا تخص الوطن وتخص المواطن أيضاً على كل المستويات وده كان واضح حتى في تحديد القضايا الأساسية أو اللي كان موضوع اللي هتناقش قضايا محددة كان في بعض القضايا زاد صلة مباشرة بأولويات المواطن أو قضيته الأساسية على سبيل المثال قضية الغلاء والتضخم ورتفاع الأسعار هناك لجنة خاصة لمناقشة هذه القضية هناك قضايا أيضاً قضية الأسرة وتماسك المجتمع قضية أصبحت بتشغل الكثير أو الأسرة المصرية بشكل عام قضايا الصحة قضايا التعليم كل هذه القضايا ستترجم في النهاية إلى اللغة المستخدمة يا دكتور محمد علشان نوصل للمواطن علشان يتفاعل علشان يتابع علشان يكون عارف أن هذا الحوار من أجله والمصلحته لأنه المواطن في الأول وفي الأخر هو بيهتم بالقضايا طبعاً كل قضايا مهمة ولكن هو بيبقى عايز الحاجات اللي تمسه وعايز لغة بسيطة تستخدم علشان يقدر أنه هو يشارك كنت عندكم آليات للتشارك أعتقد أنه ده هيحصل لأنه جزء كبير من الحوار يعني سيكون علني وبالتالي المواطن سيرى كل هذا يعني بنفسه لكن الأهم في رأيي أنه أن هذا الحوار كيف سيتحول في النهاية إلى سياسات عملية لأن هذا الحوار ليس حوار بين متخصصين ليس حواراً نظرياً يعني بمعنى أنه ليس حواراً أكاديمياً لكن هو حوار بين ممثلين وخبراء ومتخصصين وسياسيين وبالتالي ليس حواراً نظرياً ليس حواراً أكاديمياً هو حوار يتعامل مع القضايا المباشرة التي تتخص المواطن سيكون هناك ممثلين من جانب المجتمع المدني وبالتالي هؤلاء بشكل أو بآخر سيكونوا ممثلين لقطاع مهم ممثلين من الأحزاب السياسية من متخصصين لكن المهم هو أن مخرجات هذا الحوار أنها ستتحول إلى سياسات أو ستتحول إلى قرارات أو ستتحول إلى تشريعات هذا في رأيي هو الذي سيهم المواطن والذي سينعكس على حياته لأن القضية ليست الحوار في حد ذاته ولكن المهم هو في المخرجات التي ستخرج عن هذا وأن يكون أيضاً مدرك بي أو عنده وعي كافي بأهمية هذا الحوار الوطني وأنه كمان يكون المستدف الأول والأخير ويمكن من ضمن القطوات كمان اللي أنا يعني يمكن وناس كتير شافاها أنها طبعاً جيدة جداً أن مجلس الأمناء يدعو الأحزاب السياسية أنها تنزل للمحافظات المختلفة يكون في حالة من الحوار الثري مع المواطنين الفترة المقبلة شكراً جزيلاً على مشاركتك معنا في هذا الملف الهم دكتور محمد فيس فرحات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني شكراً جزيلاً لحضرتك